إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أراء الناس أراء الشارع المتنوعة حول هذه القرارات الحكومية الآن نريد أن نستمع إلى أراء الخبراء واسمحونا نرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير أستاذ محمد مساء الخير مساء الخيرات سلاماك تحياتي الله يعطيك العافية اشتقنا لك الله يعافية حابين يعني نستفيد من خبراتك وطلاعك القرارات الحكومية الأخيرة قبل شهر رمضان كيف قرأتها وكيف تتوقع انعكاسها لا شك أنه يعني محاولة جيدة باتجاه تخفيف معاناة الناس لكن أصلا الناس تعاني بشكل كبير بسبب الأوضاع المتعلقة بالسياسات الضريبية الضرائب المبيعات على السلع والخدمات وقانون ضريبة الدخل الأخير الذي استهدف ذوي الرواتب بالدرجة الأساس بحيث أن استهداف 250 مليون منها 123 مليون بتخص الرواتب و53 مليون بتخص الأفراد يعني الناشطين أو المهنيين أو غيرهم و70 مليون بتخص الشركات المساهمة العامة هذا كله تيعكس حاله على الحالة التي نعيش بالإضافة إلى أن هذا اعتراف من الحكومة لأول مرة تعترف أن الظروف الاقتصادية للمواطنين والقوة الاستهلاكية في تراجعه وهذا يعني أن الانكماش الاقتصادي أصبح حقيقة لدى الحكومة وبالتالي لابدنا من إجراءات حقيقية في معالجة الشأن الاقتصادي الذي هو بحاجة إلى أنعاش من أجل أن يدعكس على المواطنين سواء كان على صعيد القوة الشرائية أو على صعيد المؤشرات الأخرى ذات العلاقة بالبطالة ذات العلاقة بالفقر ذات العلاقة بميزان التجارة ذات العلاقة بميزان المدفوعات كل هذا بديه معالجة حقيقية لموضوع الاقتصاد هذا اللي نأمل من الحكومة أن تعمل به يعني مثل هذه القارات اللي بتكون مؤقتة قبل مثلا شهر رمضان بعد شهر رمضان هل راح يكون فيه عكسات سلبية على المواطنين اللي تراكمت عليه فواتير المي والكهرباء هم حقوا فيش قطع برمضان بس بشوال مع الهنوش طبعا هذا يراكم هذا يراكم يعني حتى تأجيل القصد حتى تأجيل القرض يعني هاي معالجات آنية تماما كما نتحدث عن معالجة الأسبرين أو معالجة الرينين أو إلى آخره من أدو المسكين لكن بالمحصلة نحن الأردنيون جميعا يأملون من الحكومة أن تعالج الشأن الاقتصادي بعمق الهنكنية كيف نشجع الصناعة كيف نشجع الزراعة كيف نحد من تغول الخدمات كيف نحد من تغول الفوائد على المواطنين كيف نحد من العمولات والفوائد على بطاقات الاتماد المنتشرة في الأردن والتي يحملها غالبية الأردنيون كيف نتعامل مع الشمول الشمول المالي الشمول البنكي الذي تتحدث عن الحكومة في إخضاع كل المواطنين لفتح حسابات منكية هذا يتطلب أن نخفف من الأعباء من هذه الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية هناك الحولات التي يتم دفع على طريق فواتيركم كيف نستطيع أن نخفف منها هناك عمولات ورسوم متعددة موجودة هناك أيضا تغول بالوظيفة العامة على المواطنين عبرها مثلا رخصة مهن تؤسس شركة بـ 27-12 على سبيل المثال تريد الأمانة أن تجعل أفتح بالمهن أن يدفع 50% من رخصة مهن على يومين لم يمارس فيها العمل يعني مثل نفرج على الضمان الاجتماعي يكتشف أصحاب العمل أن أحيانا تغيير تغيير شكلي دون أن تخسر المؤسسة الضمان الاجتماعي أي مبلغ بتروح المؤسسة بتغرب بتعمل غرامات دون مبرر وهكذا عندما نتحدث عن غرامات ضريبة المواطنون بشكل عام اليوم دخلهم مربوط بالعجلة الاقتصادية المتعددة المتشاعدة دون أن تنظر الحكومة بنظرة شمولية للاقتصاد الوطني لا نستطيع أن نقول أننا عالجنا بتخفير 80 سنعة أنا أقول جيد تخفير أسعار 80 سنعة ودفع مؤسسة الاستهلاكية أن يكون هامي تغربة وطوابع هذا مهم وجيد لكننا نريد معالجة جوهرية للصميم نعم بهذا المعنى أستطيع أنصح الحكومة هل لمست تخوفات سياسية بهذه القرارات البعض ربطها بحراك رمضان العام الماضي طبعا طبعا يعني هذا الواقع من أجل مواجهة رمضان وعباء رمضان لا شك أنه الحالة الصعبة التي يعاني منها المواطنين وأيضا يعني انتشار ظاهرة الإصراف في رمضان يجعلنا ندعو باتجاهين الأول لشعبنا وجمهورنا ومواطنين أن يعني يتقوا الله الصرف ويراعوا مشاعر آخرين لموضوع الصرف وطريقته وأن يستبدلوا الصرف الكثير في مساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين عبر عنوين كثيرة موجودة بالبلد الجمعية والشق الثاني وهذا هو يعني المهم أن يعني هي محاولة حقوبية من مضاعفة الظروف الصعبة التي تمر على المواطنين في رمضان وهم بالأصل يعانون من البطالة ويعانون من حالات الفقر ويعانون من تآكل دخولهم بسبب السياسات الضريبية والسياسات المالية مكتبعة خلال فترات الماضية التي أصبحت لا تحتمل وكلنا يعلم ذلك وشاهد على ذلك أن كثير من المحلات معروضة للبيع وكثير من السلع أصلا كثير من السلع أصبحت تباع بأقل من السعر وأحيانا بحدود الكلفة لأغراض توفير السيولة من أجل تسديد القروض من قبل التجار والموردين والمحلات يعني نأمل أن تتحول كون الحكومة تبحث عن حلول أن تجد الحلول الجذرية بدل إدارة الأزمة أن تحل الأزمة بشكل نهائي أنا أبدأ أشكرك شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير بارك الله فيك شكرا جزيلا على ما شكرا 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 إذا نادي وجهة نظر أيضا للخبراء الاقتصاديين ما بدنا ننكر أنه فيه قرارات إيجابية ورح تنعكس على الناس بشكل إيجابي ولكن يعني هناك كثير من التعليق عليه والجزء منه يعني اللي ذكره الأستاذ محمد البشير الحكومة قادرة كما عندها النية إنها تخفف الاحتقان وتلغي أي احتجاجات في رمضان إنها تعمل هذه القرارات خلينا نأمل قرارات جوهرية أكثر والاقتصادين نفسهم وعلم الاقتصاد هيك بيقول يعني العلم اللي توصلت له البشرية بعد تجارب إنه لما تقلّي الضريبة تقلّي الضريبة بتزيد الحركة وبتزيد القوة الشرائية وبتم القضاء شيئاً في شيئاً على الركود وبالتالي رح تزيد الإرادات فخلينا تتجرأ الحكومة زي ما تجرأت وبدهاش تغلي البنزين مع أنه هي بتقول إنه إذا أنا ما غليت البنزين بخسر زي ما أنت بتدعي إنه الآن خسرتي اخسر شوي على موضوع الضرائب ولكن رح تيجي الإرادات بشكل أكبر هذا علم الاقتصاد إلا إذا بدكم يا حكومة أردنية تعلوننا علم الاقتصاد جديد تحكونا أنه هذا كله ثبت خطأه وبطلان وعشان هيك حتى ما منطبقه أما أنتم ما بتطبقه عشان أنتم يعني خايفين من إيش مش عارب على كل حال يعني المواطن الأردني ينتظر أن هيك يعيش على الأقل بضغوط اجتماعية أقل طبعاً وهذه الضغوط سبب رئيسي فيها هو الأسعار وقلة الرواتب نكتفي بهذا القدر نذهب إلى وقفة قصيرة